الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والألي وصحبه من وله أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج التارك مع فضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون هم الصحابة الذين تولوا الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناك من يضيف لهم الحسن رضي الله عنهم جميعا وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة بحسب ما قرر علماء أهل السنة والجماعة لقبوا بالراشدين لما امتازت فترات حكمهم بالحكم الرشيد حيث قاموا منشر الدين وكذلك اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهدهم امتاز حكمهم طبعا بالعدل بين الرعية وقلة المظالم وساد الوئام والألفة ولا سيما في عهد الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم طبعا لم تأتي ولاية الخلفاء الراشدين بناء على استعصار أو تفارض بالسلطة وإنما عن اختيار من أهل الحل والعقد ولم توافق الأمة عليهم فكان اختيار الصديق عفوا كان بناء على اختيار أهل الحل والعقد وتوافق الأمة عليهم وكان اختيار أبو بكر الصديق عن اجتماع المسلمين والمهاجرين والأنصار في الصقيفة واختيار أمر كان بتسكية من أبي بكر ورضى من المسلمين أي أن أمر بن الخطاب لم يصبح أميرا للمؤمنين إلا أن بياه المسلمون وأجمعوا عليه وكان اختيار أثمان بن عفان عن توافق وتشاور أيضا بين الصحابة وأثمان كان ضمن الستة الذين زكاهم أمر ورشحهم للخلافة من بعد وقال أن هؤلاء مات رسول الله وهو راض عنهم كذلك كان اختيار علي رضي الله عنهم جميعا وانتناف تفاوتت نسبة التأييد لكل واحد من هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم اختيار المسلمين للخلفاء الراشدين من طبيعة الحال لم يكن من فراغ وإنما كان لفضاء الحزوها وأهلات أهلتهم ليكونوا ولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس هذه الفضائل طبعا ما ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ونحن في هذه الحلقة إن شاء الله سنذكر بعض الفضائل لكل خليفة منهم وأتمنى أن يهتم الأباء والأمهات بتصقيف وتعليم أبنائهم فضائل الصحابة رضي الله عنهم فحب الصحابة من الإيمان فلذلك أتمنى أن يصبح هذا شيء أساسي في كل بيت طبعا وكذلك في التعليم في الدراسة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبد الله بن أبي قحافة ولقب بالصديق لأنه رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما كذبه فيه كثير من الناس في خبر الإسراء والمعراج فضلا عن كونه أول من آمن به من الرجال وهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرتي وصاحب النبي في الغار ولازمه في كل حياته وله فضاء الكثيرة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف الأمة قدر الصديق وفيه ورد قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا طبعا لما إنسان يذكر فيه آية في قرآن يطلق إلى يوم الدين هذه المسألة تعتبر تكريم وليس بعده تكريم يعني ليس أفضل منه تكريم في الصحيحين من حديث الهجرة حديث طويل يعني ناخد منه الشاهد فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير صراق ابن مالك على فرس فقلت قد لحقنا يا رسول الله أبو بكر يحكي فقال لا تحزن إن الله معنا وهذا الموقف لاحز النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن إن الله معنا هذا الموقف يذكرنا بقصة سيدنا موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر وهاجة ريح العاصف فنظر أصحاب موسى من خلفين إلى الريح وإلى البحر قال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيهديني لاحز لكن في قصة الهجرة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما يا ربي وإنما قال لا تحزن إن الله معنا والمائية هنا هي مائية نصر وتمكين وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق قال يطمئنه النبي فيقول له ماذا النقى يا أبا بكر باثنين الله سألتهم والأحاديث جواردة في فضل الصديق كثيرة ومنها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أن أبا بكر أحب الرجال إليه فعن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس وأحب إليك عمر بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة خلي الشيعة يسمعوا قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا لاحظوا هنا ملاحظة أن السابت والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحب الناس إليه فذكر عائشة وأبا وكر وعمر لاحظوا أن الثلاث أسماء دول أكثر أسماء يكرهها الشيعة الرافضة يكرهون ويبهدون من أكثر ناس أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أن هذا الأمر لم يكن مرتب من أرباب التشيع هم يبهدون أكثر من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون هذا مذهب أهل البيت نرجع لفضاء الصديق رضي الله عنه وماما نحوه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله وسلم من بداية البعثة إلى أن توفاه الله عز وجل من نصراته والدب عنه والشفق عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته ومواساته بنفسه ومالك هذا أمر واضح وضوح الشمس وعلى الشيعة الروافد مبغد الصحابة أن يتفكروا في هذه النقطة ما المصلحة الدنيوية التي ستعود على سيد مثل أبي بكر الصديق سيد في قومه وله جاه ومكانه ما المصلحة التي ستعود عليه تجعله يغامر بنفسه وأهلي وأمالي كل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة فهو أول الرجال إسلاما ليه بقول الكلام ده بقول الكلام ده عشان الروافد اللي هم التطور الطبيعي للعقيدة السبئية لعبد الله بن سبق العقيدة الفرق السبئية يقولون أن أبا بكر الصديق والعياذ بالله منافق ودخل في الإسلام نفاقا من أجل مصلحة شخصية ومن أجل أن يكون يوما ما خليفة إلى آخره هنا الرجل لم يكن له مصلحة في ذلك هو سيد في قومه كذلك لم يكن يعلم ماذا سيسفر عنه هذا الأمر اللي هو دخل فيه كيف تتهمون رجلا ضحى بكل ما لديه لمصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه وعرض أهله للخطر وكان ينفق من ماله لتحرير العبيد الذين من الله عليهم بالإسلام ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصديق رحمة من رحمات الله عز وجل بهذه الأمة أن وله أمرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الله به شمل العرب وقام به هؤلاء الذين أرادوا أن يجدوا على دولة الإسلام هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله تعالى إلى الحق طوعا وكرها وأطفأ به كل فتنة في أقل من ستة أشهر لا تتصوروا طبعا أن هذه المسألة كانت سهلة أو أنها هينا الأمر ليس هينا فهو على الأقل كان يهدد الدولة الإسلامية في مهدها فتخيل أبو بكر الرجل الرقيق الأسيف تخيل كيف ظهر بكامل الشجاعة في هذا الموقف طبعا حكمة وشجاعة قرار استحق عن جدارة بأن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده ويختار فكما اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيدا لولد آدم فقد اختار له أصحابا هم الصفوة من الخلق بعد النبيين والمرسلين هم الصفوة هم المؤمنون حقا هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وإن من صفوة الصفوة الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمى أمير المؤمنين فضاء العمر ومناقبه كثيرة وحتى يومنا هذا سبحان الله إذا ذكر عمر ذكر العدل وإذا ذكر العدل ذكر عمر حتى أن غير المسلمين لاحظوا أنا يعني قرأت طبعا كثير قالوا هذا الكلام قرأت كتاب مترجم لكاتب غير مسلم اسمه الخالدونة مؤة الخالدونة مؤة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم من دون اللي شاهد لهم في هذا الكتاب الأعظماء أو الخالدون مش متذكر عنوان الكتاب عمر بن الخطاب فحتى غير المسلمين تحدثوا في مؤلفاتهم عن دولة العدل دولة العدل بقيادة عمر الفاروق في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بيّن نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيّن أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليته مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر بن الخطاب ثم قال عليك بأبي أنت وأمي الرسول الله أغار وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيّن أنا نائم إذ رأيت قطحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرأي يجري في أصفاره ثم أعطيت ما تبقى عمر بن الخطاب فقالوا ما أولت هذا ما تأويل هذا يا رسول الله قال العلم قال العلم شوف الشيعة الرافض بيتهم عمر بن الخطاب بالجهل في أشياء نعم أخطأ فيها لم يكن الحديث كان وصله أو غير ذلك زي زي بقيت الصحابة لم يكن العلم في هذه المسألة كدوصله بعد زي علي بن أبي طالب لما لم يكن يعلم بعلم بحكم المازي فأرسل المجداد ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عادي جدا لا يقول لك يأتوا على مواقف تشابه ما ذكرته الآن يقول لك عمر بن الخطاب يتهموا بالجهل لكن احنا عندنا الصحيح السابت ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم وعن أبي سعيد الخضري رضي العنو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيان أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها من يبلغ الثد ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر عمر بن خطاب وعلي قمص اجتر قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين الدين انت متخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالس كده بين الصحابة ويذكر هذا الحديث ويقول في عمر بن الخطاب شهد له بالعلم وشهد له بالدين وشهد له بأن له قصر في الجنة أحاديث ومنعكم كثير جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد قانا في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم فعمر وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال أعز أتمنى الشيعة والسن انتبهوا لما سيقال الآن لأن أفضل تقريبا ما سمعته من أقوال الصحابة في عمر من أفضل أقوال الصحابة في عمر قول اللي علي بن أبي طالب هنا في هذه الرواية يقول ابن عباس رضي الله عنهما وضع عمر على سريره فتكفنه الناس يدعون ويصدون قبل أن يرفع وأنا فيهم طبعا الكلام دا بعد أن تعن سيدني عمر من أبي لؤلاء المجوسي علينا من الله ما يستحق فشوف المشهد دا بعد أن تعن عمر فيحكي ابن عباس فلم يرعني إلا رجل أهز منكبي فإذا علي رضي الله عنه فترحم عليه وقال ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله عز وجل بمسل عمله منك يا عمر وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر زاد الإمام مسلم في أخير أيضا في إن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما فهذا قول علي بن أبي طالب في عمر بن الخطاب في نهاية حياة عمر بن الخطاب فهل هذه الأقوال لها أي علاقة بما يعتقده الشيعة في عمر بن الخطاب؟ طبعا على فكرة علي بن أبي طالب أثنى على عمر بن الخطاب حتى في كتب الشيعة عندما استشاره عمر بن الخطاب في الخروج بنفسه لغزو الروم فخاف عليها علي بن أبي طالب حرص على حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فنصحوا أن يبقى وقال كلام بمعنى حتى إذا تعرض المسلمين لا قدر الله لنكبة أو لنكسة لا تكون أنت في مكانك سليم فليس بعدك مرجعا ليس بعدك مرجعا يرجعون إليه يقول له عمر بن الخطاب في كتب نهج البلغة يعني ليس بعدك يا أمير المؤمنين للمسلمين مرجعا يرجعون إليه ليس بعدك كانفة يعني ملجأ يلجأون إليه كانفة الملجأ الذي يلجأون إليه فكان حريصا على حياة عمر بن الخطاب وعلى بقاء عمر بن الخطاب وعلى فكرة الكلام ده يعني أكثر من أنه يكون أنه فقط قد بيع عمر بن الخطاب لا كان حريصا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان حريصا على الخليفة وكان مستشارا له وكان ينصحه وكل هذا يبين هذه العلاقة تبينك أن اعتقاد الشيعة ليس له علاقة بعلي بن أبي طالب وأنه له علاقة في الحقيقة بعقودة الفرقة السبائية لأن عبد الله بن السبق كما ورد في مصادر الشيعة كثير من مصادر الشيعة هو أول من قال بفرض الإمامة وأن لكل نبي وصيه وأول من أظهر البراءة من مخالفي علي بن أبي طالب وهكذا فالتشيئ يحاول أن يقدم نسخة مزيفة من التاريخ الإسلامي أيضا ونسخة مزيفة من الإسلام كله فأنذروا موقف علي بن أبي طالب وكيف أثنى على عمر وقارنوا الآن قارنوا بنظرة الشيعة اللي هم يقولوا احنا ماذا بأهل البيت الأحاديث في فضائله كثيرة جدا وفيما ذكرنا في فضائل أبي بكر أو في فضائل أمر هو ما يمنصب يعني وقت الحلقة قبيل وفاته رضي الله عنه طلبوا منه أن يوسف أن يوسي أن يستخلف فقال ما أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رودا عنهم فسمى علي عثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وقال شوف الكلمة قال يجهدكم عبد الله بن عمر وليس لهم من الأمر شيء ابنه قال لهم ليس لهم من الأمر شيء واستقر الأمر على عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي الله عن عمر الفاروق وسائر الصحابة أجمعين أما عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث قد جمع الله له من الفضائل والمزايا والخصائص ما أهله بفضل الله لأن يكون ثالث أهم رجال هذه الأمة في الفضل وفي المنزلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه يقولون أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيقر ذلك لا ينكر عليه لا ينكر عليه وهذا إكرار سيدنا عثمان الرجل الصالح صاحب المآثر والفضائل والمناقب تربط هناك سلط قرابة ونسب بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم القرابة يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب في عبد مناف اللي هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم وأما من جهة الأم فأمه حفيدة عبد المطلب بنت ابن بنت ابنة عبد المطلب حفيدته ثم جمع إلى هذه القرابة بأن تفضل الله عليه فكان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم فزواجه أولا رقايا فلما ماتت بعد معركة بدر زواجه أختها أم كنسوم وقال بعد الصلف أنه لم يكن لأحد أن نكح ابنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه ولذلك لقب بزنورين أما تسأل واحد يقول لك عثمان زنورين ليه لماذا لقب؟ لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر له دلالة طبعا أنت لما يكون في شخص معين الشخص ده زوجته بنتك فإيش معنى هذا أن أنت رضيت دينه وخلقه وقال لا لما رضيت بأن تزوجه من ابنتك ودا مين؟ الشخص ده مين؟ ده مش شخص عالي ده النبي صلى الله عليه وسلم لا مش بس كده لما توفيت زواجه بالثانية إيه معنى الكلام ده؟ واضح جدا معنى الكلام لأن يعني لا أدري يعني الشيعة رافضة كيف ينظرون للصحابة هذه النظرة؟ في بعض الأشياء اللي أنا بذكرها دلوقتي والي أنا بحاول أتوقف عندها هي لا تحتاج منه أن يكون عالم باحث متبحر موضوع له دلالة مباشرة تقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عثمان بن عفان وكان يقدره وكان يرى أنه إنسان مؤمن أنه إنسان صالح أنه وإلا لما زوجه رقية ثم أم كنسوم هذه مشكلة واضحة أما عن إسلامي فقد كان من الصابقين الأولين إلى الإسلام فنال شرف الدخول في قوله تعالى والصابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتباهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار وقال دين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كان من المهاجرين الأولين هاجر إلى الحبشة مع رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أداهم المشلكون ثم هاجر إلى المدينة وأكرمه الله عز وجل بأن كتب له أجل حضور بدر مع كونه لم يشهدها وذلك أنه تخلف عنها لانشغاله بتمريد رقية كانت رقية في وقتها في مرض الموت رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لك أجر من شهد بدرا وسهمه قال لعثمان لو أجر من شهد معركة بدر له نفس الأجر وأهل بدر طبعا في الجنة كما قال العلماء بدليل الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل اطلع لأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والمعنى هنا اللي بيّنوا العلماء في معنى هذا الحديث أن الله يوفقهم للطاعة يوفقهم للطاعة يؤينهم على الطاعة بحيث أنهم إذا أذنابوا لمغير معصومين طبعا بادروا إلى التوبة من تلك الزنوب فيتقبل الله عز وجل توبتهم ويوفقهم إلى الأعمال الصالح ما في أي إنسان مننا أساسا بيعمل أي عمل صالح إلا بتوفيق الله عز وجل هنا المعنى أن الله عز وجل يوفقهم لذلك فطبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه هو دون هؤلاء أكرام الله عز وجل أن كتب له فضل باعة الردوان مع كونه لم يبايع بنفسه فقد كان في مكة في وقتها شوف سبحان الله مع إنه لم يبايع أيضا لكن ربنا أكرامه أنه كان في مكة كان في مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان فضرب بها يده الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان لنفسه سبحان الله يعني إنسان ربنا موفقه حتى هو مش موجود مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاضر مكانه ويشهد له بذلك أمام الصحابة فينال فضل كبير جدا ومن أشهر فضاء العثمان رضي الله عنه الحاجة بقى يعني اللي هي الناس كلها تعرفها إنه سخر ماله في خدمة الدين ونصر السيد المرسلين ومن جهاده بالمال أنه جهز جيش العسرة جهزه بماله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة كذلك كان في المدينة بئر يقال لها بئر روما لرجل من اليهود فكان يبيع الماء على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة فاشتراها رثمان وجعلها للمسلمين مجاني طبعا كل ما نذكره عن الصحابة الآن عن الخلفاء الراشدين هو الجزء من فضائل كثيرة فضائل ومناقب كثيرة يعني الأمر ليس محصورا في هذا لكن أنت حتى إذا لم يكن عندك إلا هذا القدر تعلم كيف هؤلاء كانوا يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا بكل ما لديهم من أجل نصرة النبي من أجل الإسلام من أجل الدعوة الإسلامية فأنت يعني لما يكون عندك هذا التصور هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس يعني وهو ده اللي احنا تربنا عليه لما يكون عندك هذا التصور الصحيح عن الصحابة هتعرف قومتهم أما لما انت تنطلق من منطلقات حقدة للحكم على الصحابة من خلال كتب مزورة مزيفة وضعها المجوس وضعها الصفويون أو العلماء اللي كانوا في أهد الدولة الصفوية وهؤلاء أعداء الإسلام هؤلاء أعداء الإسلام فلذلك نحن ندعو الشيعة بأن يكونوا شيعة لأهل البيت فعلا وليسوا الصفويين وليسوا القميني والكليني ونعمة الدقى الزائري والمجلسي والكلام ده كله ما ليه إحنا لما بنين بينكم مواقف علي بن أبي طالب من الصحابة ليه بنبينها عشان خاطر نقول له نرسل لهم رسالة أنتم لستم على هذه الوضعية وهذه العقاد لستم شيعة لعلي بن أبي طالب لستم شيعة لعلي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كان محبا للصحابة وسمى أبنائه بأسماع الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك الحسن والحسين وبقية البيت العلوي أكتر من سفتين اسم لأمر بن الخطاب فقط إذا أنت تتبعت أسماء البيت العلوي وهذا دليل محبة ما ينفعش يكون بقى عمر بن الخطاب ده كما يزعم الشيعة من هذا الكلام وهذه الهرطقات ثم تجد أن علي بن أبي طالب يسم ابنه باسمه الآن مثلا هل ترى أحد من المسلمين بيسموا ابنه باسم أشهر أعداءهم؟ يعني هل ترى أنا بنسمي أبنائنا مثلا باسم شامير وشرون ومش عارف إيه؟ لماذا؟ هو ده اللي أنا أتكلم عنه لكن علي بن أبي طالب سمى ثلاثة من أبنائه على اسم الخلفاء الثلاثة يقول لك لا ده عثمان ده كان يقصد بيه عثمان بن مزعون وليس عثمان بن عفان طيب أبو بكر وعمر طيب موسى القاظم لما يسمى بنته عائشة معين هم عندهم في كافي رواية تقول الإمام يقول فيها أن الشيطان يفرح ويهتز ويختال إذا سمع أحدا ينادي باسم عدو من عدائنا فهم سموا باسماء الصحابة اللي الشيعة بيتقربوا لله بلعنهم وتكفيرهم وسبهم فإذا هؤلاء الشيعة اللي بيعملوا كده دول والذين يعتقدون في هذه العقائد ليسوا شيعة أهل البيت هو دلنا عايز أقوله وهو دلنا عايز نبه عليه الشيعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذه البئر وله الجنة فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين كما أن سيدنا عثمان من المبشرين طبعا بالجنة في أكثر من حديث شهد له النبي بالجنة ومن ضمن هذه الحديث عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومع أبو بكر وعمر وعثمان فارتكف أو اهتز الجبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد أو أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديك وشهيدان هذا الحديث في البخاري وقال صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة رواه أبو داود وغيره من حديث سعد بن زيد ومن عظيم سجايا وأخلاق عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه كان حييا من حاجات المشهور بها حييا عنده حياء شديد أشد الناس حياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان حيي ستير تستحي منه الملائكة أخرجه ابن عساكر وصححه الشيخ الألباني وفي صحيح مسلم أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدجعا في بيتي كشفا عن صاقه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابة فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة يعني سألت النبي بالسلام دخل أبو بكر الصديق فلم تفعل ذلك لم تباله ثم دخل عمر فلم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسوات ثيابة فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه في خلافة عثمان من عفان ازدادت الفتحات الإسلامية وتسعت رقعة الخلافة الإسلامية تسعين كبيرا وحصل للمسلمين من ساعة العيش والرفاهية والأمن يعني الكثير وفي ذلك يقول الحسن البصر رحمه الله شهدت منادي أو شهدت منادي عثمان ينادي يا أيها الناس اغدوا على كسوتكم فيأخذونا الحلل واغدوا على السمن والعسل يعني الخير كان كتير فتحات إسلامية وعزة لكن هذا لم يعجب أعداء الإسلام فكادوا ومقروا شوهوا صمعة شيدنا عثمان وأوغروا صدور الغرباء البعداء عليه اللي هم البعاد عن المدينة فاجتمعوا وحصروا عثمان في داره يطلبون منه التنحي عن منصب الخلافة وضيقوا عليه الحصار حتى منعوا من شهود الجماعة ثم منعوا عنه الماء وهو الذي كما ذكرت لكم سقى المسلمين بئر روما وعثمان أصر على صالحي رعياتي من الصحابة وابنائهم أن يضعوا أن يضعوا سيوفهم وأن يلزموا بيوتهم حتى لا تراق الدماء بسببه ودي من فضاء سيدنا عثمان حتى وهو محاصر حتى وهو في أصعب الظروف أمر الصحابة بأن لا يعني يفعلوا أي شيء ينتج عنه دماء بأن لا يدافعوا عنه بالصيوف حرصا على دماء المسلمين ده موضوع يعني إذا تخيل نفسك أنت متعرض لخطر وناس محاصرينك منعوك عن صوت الجماعة منعوا عنك الماء وما ذلك تصر بأن لا تراق دماء بسببك ثم بلغ بيهم الإجرام فتصوروا الدار وذبحوه رضي الله عنه فخر شهيدا مصدوما مدرجا بدمه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وجزاه خيرا عن أمة الإسلام وكما قلنا فإن الله عز وجل يصفي من يشاء يصفي من يشاء من عباده وكما اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيدا لولد آدم أجمعين فقد اختار له أصحابا هم الصفوة صفوة الخلق بعد النبيين والمرسلين إيمانا وهدى وصلاحا وتقى وشجاعة وصدقا وخلقا وسمتا وفقها وعلما وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا الكلام ابن مسعود صحابه لكن هذا لا يمنع بين أن يذكر فضائل الصحابة لأن هذه الأمور كما قلت لكم يجب أن تعلم لأبنائنا يجب أن تعلم لأبنائنا فابن مسعود كان يذكر هذا الكلام وكان يذكره حتى في نهاية حياته حتى يعلمه إذا كان فيه إنسان من الحضور لم يحضر هذا العص هذا العص يعلمه أيضا هذا ونحن نعلم نعلم أبنائنا هذا نحن نعلم أبنائنا حب الصحابة طبعا وقت الحلقة يعني كاد أن ينتهي فإحنا تحدثنا حتى وصلنا إلى شيدنا عثمان نحاول أتحدث شريعا لأن الوقت المتبقي بسيط جدا لأن من صفوة الصفوة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وسهره على ابنتي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأبو ريحانتي النبي الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة علي بن أبي طالب أسلم في أول باعة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من أسلم من الصبيان وتربى في بيت النجوة لازم بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه وشهد معه المشاهد نحن نتحدث عن حيدر القرار ليس الليوس والشجعان العابد الزاهد الطقي النقي الورع وله من الفضائل والمناقب حظا وافرا ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ليعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والله لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقل في علي بن أبي طالب إلا هذا فقط لكفانا لو لم يقل عن علي بن أبي طالب وعن فضله إلا هذا الحديث لكفانة في معرفة فضاء علي بن أبي طالب ومنقوبة الكثيرة جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد خلفه على المدينة في غزوة طبوك غزوة العسرة فحزن عليه رضي الله عنه لأنه محب للجهاد رضي الله عنه كما قلت لكم حيدر القرار ومن أشجع شجعان الصحابة فخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أي أن موسى لما وعد ربه أربعين ليلة خلف هارون في قومه حتى يرجع هكذا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم علي على من بقية في المدينة حتى يرجع وطبعا لما النبي يقول عليه ابن أبي طالب نقطة بعيدة عن الخلاف مع الشيعة وكلام ده كله احنا رضينا طبعا أن هذا الحديث هم كانوا أرادوا أن يستدلوا بي على خلفة علي ابن أبي طالب لا أنا هنا أتحدث عن علي ابن أبي طالب عن فضل علي أقول لكم لما النبي يقول علي ابن أبي طالب هذا الكلام هذا معنى أن النبي يحب علي ابن أبي طالب وهذا معنى أن علي ابن أبي طالب مؤمن من صالح المؤمنين وإلا لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فلماذا احنا نقول ان هذا الحديث فيه فضيلة او فيه فضائل من ضمن فضائل عيدنا بيطالب لهذا لان هذا الكلام معناه طبعا ليس معناه استخلافه ولا كلام من ده لان النبي استخلاف اكثر من صحابي من الصحابة على المدينة فلا يوجد فيه ابلا على العكس تماما لان حتى هارون عليه السلام مات في حياة موسى لم يكن الخليفة لموسى ما نتخلف موسى هو يوشع بن نون وليس هارون فكده كده الحديث هو اللي بستدلله به هو ضدهم لكن احنا مش بنتكلم في النقطة دي انا بكلم بسرعة لان وقت الحال انتهى احنا بنتكلم ان سيدنا عليه ابن ابي طالب شهد له النبي بانه ان علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عايزين ايه تاني فاحنا تكلمنا باختصار شديد جدا عن فضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وهؤلاء حبهم من الايمان وبغضهم من النفاق ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة